بعد نحو عامين من فرض قيود استثنائية على الرحلات الجوية القادمة بسبب فيروس كورونا يبدأ المسافرون من أنحاء العالم بالتوجه إلى الولايات المتحدة دون عوائق شريطة حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس الخطوة قوبلت بترحيب كبير من المسافرين الذين منعوا من لقاءات عائلاتهم في أمريكا لأشهر طويلة خططنا للقيام بهذه الرحلة في عام 2020 ولكن بسبب قيود كورونا لم نتمكن من القيام بها واضطررنا إلى تأجيلها حتى سمحوا لنا بذلك على جميع المسافرين تقدم دليل على تلقي التطعيم واختبار حديث سلبي لفيروس كورونا ولكن ذلك لا يشكل مشكلة للأفراد أو شركات السياحة والسفر التي تعرضت لخسائر فادح العامين الماضيين بسبب قيود الإغلاق بعد 18 شهرا من السماء الرمادية جميع فرقنا مجغولة اليوم بحجوزات كثيرة وهو نشاط افتقدناه في الأشهر الثمانية عشر الماضية القيود الاستثنائية فرضتها الولايات المتحدة على السفر للمرة الأولى مطلع عام 2020 وقد حالت هذه القيود دون وصول غير الأمريكيين من دول مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي تشكل نحو 53% من إجمالي حركة الطيران إلى الولايات المتحدة